طيب من زاوية اخرى الاتحاد المصري الكرة قد مستقر على تقليص عدد اللاعبين في قوائم الاندية الى 25 لاعب في الموسم الكرة الجديد بدلا من 30 لاعب مسؤول الاتحاد الكرة يروا انه لا داعي لاستمرار قائمة 30 لاعب في الموسم الجديد بعد انتهاء جائحة كورونا كما سيتم تقليص عدد الاجانب في قوائم الاندية الى 3 لاعبين بدلا من 5 لاعبين نقف بقى هنا نقف بقى هنا ونتكلم في كذا موضوع موضوع الـ 25 لاعب حلو ومنطقي وصحيح ليه؟ انا عايف انه فيها اندية كتير بتعترض على هذا الامر تحديدها الاندية الكبيرة اللي بتشارك في اكتر من بطولة بس الاندية الكبيرة في اللحظة دي انا في رأيه مش المفروض يعترضه عشان تقريبا كل الاندية الكبيرة ما بتستخدمش 30 لاعب فانت بس بتبقى جايب لعبة كتير بتحمل على الفريق ماليا بتحمل على الموديل الفني من حيثه السيطرة انه ماقدرش يسيطر بشكل كامل على الفريق او يبقى عنده ضغوطات ان في لعبة ما بتشاركش في عندها مشاكل فال25 لاعب دي انا شايفها حتى في سوق الانتقالات بتخلي اللعيبة الكواليتي المحترم متوزعين على الاندية كلها انا عامل ايه ابن نادي كبير معاه لعيبة افضل لعيبة في الدولة المصري ومقعد منهم خمسة ولا ستة ولا سبع على الدكة او مطلعهم برا اصلا لسكور ويبقى مش بيشاركوا وما منستفدش منهم في منتخب مصر او في فرق اخرى يقول مسابقة فال25 حلو اقتراح لطيف التلات اجانب بقى هي دي الحكاية هي دي الحكاية بعد الخمسة يبقوا ثلاثة ثلاث محترفين اجانب دي عليها نقطة خلاف كبيرة جدا ليه في رأيش وده له الاغلبية يقولك زي ما اتحد الكرة عايزة يعمل كده لا ليه للمحترفين عشان العناصر واللعبين المصريين يبقوا اقوى فالمنتخب يقدر يستفيد اكتر يلاقي مهاجمين يلاقي لعيبة وسط يلاقي لعيبة بكات بدل ما الانداية بتروح تشتري اللعيبة دي وما بلاقيش لمنتخب مصر النواية دي من اللعيبة عشان الفرق الكبيرة بتشارك محترفين فما بلاقيش منتخب مصر عنده لعبين محليين مصريين يقدروا يشيروا في اماكن عشان كده ممكن لقى نقص في بعض المراكز في منتخب مصر دي النقطة اللي احنا بنلف فيها بصراحة انا اقول لك رائي ده رائي انا مش انتقاد لقرارة تحاد الكورة ده او اللي ناوي يقدر تحاد الكورة ده رائي الاغلبية زي ما بقولك يعني ممكن اكون رائي الاقلية جدا كمان بس رائي الاغلبية كده بس انا دايما بعض افكر احنا كل سنة من 30 سنة من 40 سنة بنلف في نفس الدايرة دي اللي هو ايه نخلي المحترفين واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة بتاعنا نقللهم تاني نخليهم واحد ولا اتنين ولا تلاتة بتاعنا نقللهم تاني نبدأ نعمل كده كل شوية عمين نعمل كده في قصة المحترفين ويقولك مرة مش عايزين محترفين اجانب حراس مرمى ومرة يقولك لا هيبقى في حراس مرمى اجانب ومرة الناس تطلع تقترح تقولك طب احنا عندنا مشكلة في المهاجمين طب احنا مش عايزين الاندية تجيب مهاجمين اجانب ما هي متبقاش كده اصلا يعني في اي حتة في العالم متبقاش كده وقوة منتخب مصر ربطها بالامور دي اصلا ربط في رأيينا برضو انا بقول رأيينا خاطئ ليه وانا انا اشرح لك وجهة نظري لعلها تكون تقرب شوية الامور بيننا وبين بعض دلوقتي احنا قللنا المحترفين هيحصل حاجتين مهمين اول حاجة سعر اللاعب المصري اللي احنا عميين نقول عليه غالي اوه في مصري هنا ليه لعيب ياخد 30-40 مليون جنيه في الموسم هيعلى اكتر ما انت دلوقتي عايز تجيب مهاجم وفيه اتنين مهاجمين حلوين في الدولة المصري هتلاقي كل اندية بتخنق عليهم وكله وفتح المزاد ما انت مش عايف تجيب من بر فهتعلي السعر زيادة عن اللازم هتعلي الماركت بتاعك زيادة عن اللازم ما انت مش عايف تجيب عنصر من بر تشتغل على مصري اللي عندك بس ده واحد اتنين لو انت بقى عندك لعيب مهم بفريقك وجاله عرض احتراف في أوروبا هتقول لا مش همشيه ما انا مش عايف تجيب غيره ما انا خلاص يعني دلوقتي لو انا مشيت لعيب مهم مصري خليته يحترف في أوروبا مش عايف تجيب لعب أفروكي مثلا مكانه ما انا خلاص يا التلاتة عندي يا دوبك مش عايف تجيب واحد رابع او خامس فانت هتقفل كمان على اللاعب المصري بتاعك فكرة التصدير يعني انت هتقفل الاستراد بالتبعية غصبا عنك هتقفل التصدير والتصدير بالنسبة لي اهم من اللي بيحصل كله في الدوري المصري يعني اهبقى بقى ان انت تقلل تزود تعمل الكلام ده كله ده كله ما يفرقش معاه يكبر الدوري يصغر يبقى قوي مش قوي كل ده عايشين مع بعضهم مبسوطين بالدوري بتاعنا قوي ولا مش قوي مبسوطين به حلو كده كده طب بطبيعة الحالة هنشجع وهنبسط بالدوري المصري بس منتخم مصر محتاج اللعيبة اللي تلعب في أوروبا اللي تلعب في احتكاكات كبيرة اللي تلعب في احتكاكات صعبة اللي تلعب في احتكاكات عالمية تقدر تخلينا لما نرجعوا المنتخم مصر ويلعب قدام منتخبات زي الجزائر والسينغال ونيجيريا وكوديفوار والكاميرون يقدر قدام الكواليتي بتاع اللعبين دول يقدر يبقى ندي ليهم لكن اللي احنا هنعمله ده بتاقي العدد المحترفين اوقع تفتكر انك تقفل الاستراد مش هيقفل معاه التصدير انا بقولها لك ببساطة طيب لو فتحنا بقى بالعكس شو بقى الرأي التاني خالص اللي هو انا بحبه يعني لو فتحنا باب لاحتراف انه اللي يجينا لعبين كتير ما يبقاش تلاتة او خمسة يبقوا تمانية مثلا كل فريق يبقى ليه تمان محترفين بتقولي لأ يا انه رب يد احنا مش اللقى لعبين مصريين اللي عابوا في منتخب مصر تعالي مش هيها واحدة واحدة بقى ليها واحدة واحدة قول مثلا بقى عندنا تمن محترفين في كل فريق خد بالك جرانة بقوا يعملوا كده وعندهم دوري قوي وعندهم منتخب قوي وعندهم كل شيء وما عندهم كل نادي عنده تمن محترفين جرانة مش بقولك في أوروب هيحصل ايه اولا مش هيبقى عندك منع ابدا لما لعب مصري يجيله عرض احترار ابكلم على القليل وزمالك تحديل اللي بيحافظوا على اللعي بقى اكتر من قندل اخر لما يجي لك عرض من نادي أوروبي يقول لك والله انا اخذ منك اللعيب ده باثنين مليون يورو ما تجيش تقوله لا انا عايز سبعة وثمانية مليون يورو عشان اسيبهولك ليه ما انت هتوح تجيب لعب افريكي بالتمن ده فهتقدر تعوض هتقدر تعوض ده واحد فهيبقى عندنا لعبين بيتصدروا كتير ما هو مش لاقي اللعب نفسه كمان ما بقاش لاقي مكان في الاهلي والزمالك مثلا فلا انا هطلع في اوروبا ده انا ما عنديش مشكلة انا ياسف في اللفظ اللي اقوله ده اتمرمض بقى في دوريات صغيرة في اوروبا لحد مجبر احنا عندنا اللعب بيبقى عايز يطلع يلعب في ريال مدريد ما بيحصلش ده في الافاركة الافاركة بييجو من دور الدرجة التالتة يعوضوا يلعبوا في دور الدرجة التالتة في فرنسا لحد ما يطلعوا ممتاز فرنسا لحد ما يبقوا في انجلترا في الدول الانجليزي بيمشوها كتير بيتعابوا كتير احنا عايزين احنا بلعب في اهلي وزمالك فهدام بلعب في اهلي وزمالك يبقى انا على اقل كده لعب في قتلات كومدريد في اسبانيا ولعب في توتن هام في انجلترا على اقل يبقى اللعب عنده كده والنادي بتاعه يبقى فاكر كده وده ما بيحصلش برضو هتفتح التصدير اديت نقطة الاولى النقطة التانية احنا بنتكلم على قوان منتخم مصر صح انتقال انا على منتخم مصر طيب ما قال اللعيبة الكواليتي المصري ما خلينا منطقيين اللي هيشتري اللعيبة اجانب كتير هو الاهلي والزمالك وممكن فيوتشارو بيروز الاندية اللي معاها فلوس طيب هيبقى فيه بقى لعيبة مصريين مميزة مش لقيا مكان في الاندية دي هتلاقيها راحة للإسماعيلي والمصري والاتحاد وغزل المحلة هيحصل ايه مع قوة اللعيبة الأجادب اللي هتجيبهم في الفرق الكبيرة هيبقى عندك لعيبة مصريين قوية جدا في الفرق التانية فنعمل منافسة وقوة كبيرة للدور المصري ان كل الفرق بقت قوية جدا كل الفرق هتبقى قوية جدا طيب منتخم مصر في انجلترا هتلاقي منتخم انجلترا مثلا معظم لعيبة منتخم انجلترا مش اندية الصف الاول في انجلترا هتلاقي لعيبة كتير من اندية الوسط ليه؟ ان الدورة كله بقى قوي وانه اللعيبة دي انجليز موجودين في اندية الوسط عكس الاندية الكبيرة المعتمدة على المحترفين من اندية او من دول بعيدة عن انجلترا فهتلاقي كمان مثلا نادي زي البنك الاهلي بيدعم منتخم مصر بلاعبين هتلاقي نادي زي بيدعم المنتخب المصري بلاعبين فانت هنا هتفتح مجال عظيم جدا في هذا الامر الاستراد الكتير هيساعدك على التصدير الكتير هيخلي المسابقة بتاعتك قوية جدا هيطلع نجوم مصرية اضافية مميزة وهيخليك في مكانة كويسة ده الرأي اللي ممكن تعتبره رأي غريب بس ما احنا عايشين على الرأي التقليد ده بقى لنا سنين اقفل الاحتراف ما تطلعش ما تستوردش لعيبة هم تلات محترفين بس مش خمسة هم اربعة بس بالمناسبة لازم بقى وانت بتزود المحترفين ده على فرض يعني رأي ده حد سمع بيه وانت بتزود المحترفين يبقى بشروط تقوله الله المحترف اللي هيجي في مصر لازم يكون لاعب دولي لازم يكون لاعب عدد مباريات معينة مع منتخب بلاده ما نجيبش بقى لعيبة اللي هي العرفينها بتبقى الكسر دي